طبعا هذه الكلمات قيلت على أساس في بعض العنف في العهد القديم والطريقة اللي تعاملوا فيها مع الأعداء وكما ذكرت في الحلقة اللي مضت عن موضوع تعدد الزوجات أو الطلاق أو حتى الذبائح إلى آخره فلأجل هذا بيقولوا أنه إله العهد القديم بيختلف عن إله العهد الجديد لكن يجب أن ننتبه إلى أن كما قلت في تلك المرحلة كان الشعور أن الأمر هو أمة وإلى اليوم الله إله الأمم لاحظ أنه يؤدب الشعوب بعضها ببعض فمثلا إذا أدب شعبا بواسطة شعب العهد القديم إسرائيل فهو قد أدب شعبه إسرائيل بواسطة الأشوريين والبابليين وفي النهاية بواسطة الرومان عندما دمروا أرشالين لأنهم رفضوا المسيح فالله يستخدم الشعوب لتأديب بعضها ببعض لكن لعلينا أن نتأكد أن الله في جوهره محبة ويريد خلاص البشر وهو الديان ولننكر ذلك ومن يقول عن الله أو يرفض أن يكون الله هو الديان وعندما يكون الله الديان فهو ليس الديان الذي لمنطق له أو الديان غاشم أو طاغية لا إنه الديان العادل من هنا المحبة تثبت في النهاية اشتركوا في القناة